أهلا بحضراتكم من جديد طبعا عارف ومتأكد جدا أن كل جمهور النادي الأهلي دايما بتنتظر الأخبار الرسمية من خلال شاشة قناة النادي الأهلي أو من خلال الموقع الرسمي للنادي فالشغل الشاغل بالنسبة لكل جمهور الأهلوية دلوقتي هي مباراة يوم الجمعة ما بنادي زمانك في نهاية دورة أبطال أفريقيا واللي بيشغل كمان الجمهور هي حالات الإصابات اللي بوجودة في فريق النادي الأهلي فأنا زي مباراة كده هطلع معكم النهاردة أقول لكم آخر التطورات اللي بتتعلق بحالات مصابي الأهلي خلال اللحظات الحالية اللي احنا فيها فأنا هبتدي مع حضراتكم بوليد سليمان وليد سليمان لحد مباراة الدهر كده ما كانش تم التأكد من إصابته بفيروس كرون واتعمله مسحة جديدة لوحده هو بناء على طلب المختصين لمعرفة مدى حالته هل هي إيجابية أو عينته إيجابية ولا سلبية اتعاملت المسحة تلقت بعدها بساعات النتيجة للأسف الشديد وليد سليمان زي ما حراركم عرفته خلاص إيجابي كورونا طيب حالة اللعب إيه بخصوص الفيروس والأعراض وكده حالته جيدة جدا ما فيش أي أعراض واضحة أو ظهرة على اللعب لكن هو بيحمل الفيروس بإذن الله بإذن الله حيكون في مسحة كمان لوليد سليمان قريب ويتم تحديد مدى إمكانية انضمامه لمعسكر في النادي الأهلي طيب ده فيما يتعلق بوليد سليمان وفيروس كورونا طيب وليد أصلا كان عنده إصابة في العضلة الأمامية في مباراة أبو كير اللاسميدة أو الامبارح فكانت عبارة عن شد خفيف فيه أو عضلة ضمة تحديدا أنا آسف العضلة ضمة مش العضلة الأمامية شد خفيف في العضلة ضمة بالنسبة ليه وليد سليمان موقف الشد ده إيه؟ لا بسيط جدا واللاعب بمجرد بإذن الله تعالى لما تتحول عينته من إيجابية لسلبية ينضم لمعسكر فريق بشكل طبيعي ويشارك مع اللاعبين في التدريبات الجماعية ويستعد المبرانة حقيقة بإذن الله بإذن الله تكون حالته اتحسنت ويكون العينة اتحولت لسلبية بإذن الله ده موقف وليد سليمان الأمور بالنسبة له ماشية بشكل جيد نتمنى له طبعا الشفاء العاجل سواء هو أو ابنه بإذن الله تعالى يتم شفاءهم من فيروس كورونا طيب كهرباء كهرباء الوضع بالنسبة له مطمئن جدا بارح تعمله أشعة وتحليل وأشعة الصدر وكلام من ده يعني الأمور بالنسبة له كويسة جدا تعمله مسحة من شوية هو وكل اللاعبين أنا وأنا بتكلم مع حراركو في اللحظات دي في مجموعة عملت المسحة خلاصتها خلاص وفي مجموعة أخرى وأنا بتكلم معاكم كده بيعملوا المسحة الجديدة بالنسبة لهم عشان بعدها يتم الإعلان بإذن الله على نتائج هذه المسحة كهرباء النتيجة بتاعته ربما تطلع خلال دقيق وأنا مع حضراتكم على الهواء لو فيه أي جديد رسمي بالنسبة للمحمود عبد المنعم كهرباء إحنا هنقول لحضراتكم ونطمن حضراتكم زي ما أنتم متعودين من خلالنا ده فيما يتعلق بكهرباء مجرد برضو ما العيين بتاعته تتحول لسلبها بإذن الله نضم المعسكر على طول نفس الحال بالنسبة لصالح جمعة طيب علي لطفي الإصابة لسه عنده في الركبة بسيطة يشارك بإذن الله في تدريبات الجماعية بشكل طبيعي ممكن النهاردة امبارح كان جزء خفيف جدا اللي شارك فيه لكن ممكن النهاردة يشارك بالشكل كامل أجايا ومحمد هاني شاركوا في تدريبات مبارح بشكل طبيعي الناس خلاص جاهزوا 100% لمبارات يوم الجمعة إن شاء الله تعالy ده بالنسبة لأجايا ومحمد هاني احنا عارفين ان جاية كان عنده اصابة في الكاحل ومحمد هاني كان عنده اصابة في الركبة الاتنين كانت اصابات بسيطة وبإذن الله يدعموا صفوف الفريق في المباراة النهائية والاتنين من اهم اهم اللعابي النادي الاهلي في الحقيقة طيب محمد شريف واحمد ياسر ريان كورونا واحنا عارفين وزي ما اتكلمنا مع حضراتكم من بارح لسه بإذن الله هيتم معرفة تطور حالاتهم لكن كأعراض مش ظهرة برضو عليهم وحالتهم مستقرة وجيدة نتمنى لهم الشفاء العاجل علي معلول كان مفترض ان علي معلول يوصل ويشارك في التدريبات طبيعية لكن حصل عطل فني في الطيارة اللي كانت حتقل اللاعب للقاهرة فبالتالي تأخر وتعثر وصوله للقاهرة الاهلي تدخل في الجزئية دي وتم طبعا توفير طائرة وتم التدخل من قبل نادي الاهلي عشان يساعد اللاعب في العودة للقاهرة وفعلا وصل علي معلول من ساعات قليلة جدا للقاهرة وهينضم التدريبات الفريق النهاردة ان شاء الله وعلي معلول طبعا اهميته معروفة بالنسبة للجميع نتمنى له كل التوفيق مع الفرقة ده فيما يتعلق بحالات الاصابة الخاصة بفريق النادي الاهلي